أهلا بكم البداية من وزارة الداخلية حيث حذرت وزارة الداخلية من بث الشائعات حيال جائحة كورونا عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو القيام بتداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها تسبب في إثارة الهلع أو التحريض على مخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية طبعا أوضحت الوزارة في انفوغرافيك نشرته اليوم أن من يتورط في ذلك سيعاقب بغرامة تصل إلى مئة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بالسجم لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات أو بهتين العقوبتين معا أما في حال تكرار المخالفة فسيتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة إذن محمد جهود كبيرة جدا من الأخوة في وزارة الداخلية في تبيان مثل هذه الأمور وكذلك العمل على إضاحة المخالفات أو العقوبات التي تنتظر كل من يروج الشائعات تجاه فيروس كورونا كل من يثير الهلع لدى الناس وينشر مثل هذه الرسائل محمد حقيقة نشاهد مثلا على سبيل مثال الحصر تطبيق واتسب مثلا الرسائل التي تصير فيه في القنوبات وكذا وبعض الناس يعني متمصدر زي ما نقولون إطلاق الأخبار والشائعات وغيرها وزارة الداخلية تحذر هؤلاء من عقوبات كبيرة جدا من معاقبة لهم من ردع كبير جدا لأمثال هؤلاء في التوقف في مثل أو في نشر مثل هذه الأشياء التي تثير الهلع لدى الناس وتسبب مشاكل وتسبب كذلك بعض الناس ممكن أن يقوم بتصرف وفق هذه الرسالة مثلا يعني يقرأ رسالة معينة عن استخدام دواء معين أو عن استخدام يعني علاج معين ويستخدمه ومثل ما يعني يعني نجد أنه قد تورط فلذلك حقيقة يعني حصوصا أنه اليوم حنا عبد المجيد يعني فترة كبيرة من الزمان قضيناها مع كورونا وعرفنا من أين يعني نستقي المعلومات الرسمية وأن لا نبث الشائعات وكما ذكرنا حقيقة في عدة حلقات سابقة ونجدد التذكير بذلك أنه اجعل هذه الشائعة تقف عندك لا تكون هذه الشائعة أنت ممن يدير ويعيد تدوير هذه الشائعة وتنتشر في الآفاق علاوة على أنها كذب وستكسب سيئاتها بكل تأكيد فلذلك حقيقة أيضا أنياب العامة كانت قبل يعني يومين عبد المجيد نوهت أيضا على أهمية عدم نشر الشائعات وخصوصا إذا كانت هذه الشائعات عار عن الصحة ومن جهات معادية فبالتأكيد أن العقوبة سيتم تغليظها من قبل الجهات المعنية إلى الارتفاع المتزايد وحديث الساحة حقيقة حول جائحة كورونا حيث كشفت إحصائية جديدة أعلنتها وزارة الصحة عن تسجيل 5500